طيب أعمل أناليسز الآن لهذه الفيجر أبغى أحللها بحيث أني أعرف علاقة الـ Y و S مع الـ R و S وأعرف كذلك علاقة الـ Y و T زايدا X2 و T حتى تساوي Y1 و T زايد Y2 و T لأن X1 و T أعطتني Y1 و T X2 و T زاوي Y2 و T هذه السوبر بوزيشن برينسيبول للمعادلات الخطية اللينيار لذلك أتت على قديم أبغى أطبقها نفس الشيء هنا الـ Y و S كلية الـ Total تساوي الـ Y D و S زايدا الـ Y R و S يعني علاقة الـ Y و S مع الـ Disturbance اللي هي هادي زايد علاقة الـ Y و S مع الـ Input R تعطيني الـ Y Total steady state Error أو steady state Output ويبنس ويبنس طيب هنا في مجموعة من علاقات أباكتبها ديما حلنا في الـ Canaokia الـ Form الـ E of S ستساوي ماذا ستساوي الـ F of S ماذا نحطة هنا الـ Negative Feedback ماذا نحطة هنا الـ Negative أو الـ R of S ناقص الـ S S كذلك الـ X of S ستساوي ماذا ستساوي الـ Y J1 مضروبة في الـ E S ونعوض بقيمة الـ E S ستساوي J1 R ناقص J1 S طيب الـ F S هادي ماذا تساوي ستساوي الـ Y T الـ H J2 مضروبة في الـ X S زايدا الـ D S طيب الان الـ Y ستساوي ماذا الـ J2 نعوض بقيمة الـ X الـ X قلنا هي J1 R ناقص J2 J2 ناقص J2 ناقص J2 J1 ناقص J2 Y H إذن Y ستساوي J2 J1 R ناقص J2 J1 Y H J2 ناقص J2 ناقص J2 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 زايدا J1 J2 زايدا J1 J2 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 j1 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 j3 j1 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 j2 j2 إذن حققنا ال-YT الكلية اللي هي تساوي J1 J2 في ال-R على 1 زايدا J1 J2 H زايدا D في J2 على 1 زايدا J1 J2 في ال-H وهذه تحققت من خلالها السوبر بوزيشن برينسيبل التي ذكرتها آنفا ال-Y الكلية إنها هذه Y of R زايدا Y disturbance of S إذن هذه إذن ال-Y R of S ستساوي ماذا J1 J2 R على 1 زايدا J1 J2 في ال-H و-Y disturbance of S ستساوي D في J2 في S على 1 زايدا J1 J2 فقط كيفية استخدرق إلى ما هي أنواع ال-D disturbance اللي ممكن تحصل في الحياة الواقعية في عندنا step اللي هي U T في عندنا رام وانا أريد أن أكتب اللابلاث لكل واحدة inverse اللابلاث ترانسفورم لهذه step اللي هي نحطها DFS DFS ستساوي 1 على S وهنا DFS ستساوي 1 على S تربيع وعندنا بارابوليك اللي هي DFS تحصل عندما تكون واحدة على S تكعيب step اللي هي تكون عند زمن معين تعطيني value معين أي خلنا نسميه مثلا مع الزمن الرام اللي هو ان يزيد بشكل خطي temperature أو whatever يعني مع الزمن طيب بارابوليك سيكون بالشكل هذا exponentially growth هنا هذا هو الكنترولر طيب نبغى نوجد أنواع الكنترولر transfer transfer function فعندنا النوع الأول هي أصلا في ثلاث أنواع proportional integral و دايريبيتر و دايربيتر أنواع عديدة لما نسوي combination of the three يعني عندنا هنا P controller وهذا يسمى I controller وهذا يسمى D controller طبعا عندنا P I controller وال P D controller وال P ID controller symbol gain يعني number نرمز له بالرمز K لو نأخذ transfer function اه لو نأخذ U P of T هتساوي ماذا K مضروبة في E T إذن F S هتساوي K P E S F S على E F تساوي transfer function J B F تساوي K F